الاختبار الأول لكوميد سعد كان في مباراة الأردن وخطأ فادح كان فيه هدف لكن تحسب إليك شخصيا قضية تجديد الثقة في المباراة اللي بعدها وتعرف أنت لون قاعدة في المباراة الثانية كان قال أوصالح حميد رجال يحارب المختربين يعني آخر شيء ما أفكر ما عدي مختربوا هم عراقيين خليهم على رأسي إذا كان عراقي بالداخل أو الخارج هم ولدي يعني أنا مثل ما أحرص على إبني أحرص عليهم هذا الهدف كافت نعم هذا الهدف أنا قبل المباراة تقدر تسألهم قلت له أنت إذا طلع عليك هدف بالنسبة إلي إذا خطأك أحاسبك بعد الخطأ ما أحاسبك على الخطأ أشوفك بعد الخطأ شنو رجال تتحمل مسؤولية أنا دائما أقولهم أنا أمشي ويا واحد واحد بينا انضرب راجدي الثاني ينهزم يعني إذا الثاني صمد إذن أنا بقت القوة عندي حتى لو انضربت فنفس الشي أنا يعني آآ كان يعني أكثر من رأيي حتى اللاعبين مثلا أنه إحنا ليش ما نطلع خطيئة هذا الجوز انتهى صار هيش حديث يعني يصيرت لازم يصير قلت آآ إذا قاعدت راح ألعب حارس قد الحارس ما يأدي أخسر الحارس يعني ليش أجازة فيك يبقى هو يكمل المباراة إذا أكملها بالصيغة المطلوبة خير على خير ما أكملها أنا ما جذبها بخطأ لو كل خطأ يخطأ الحارس قاعدة ولا حارس بالعراق يلعب فهذه كانت عندنا من انتهت الحالة شفت ورا الحالة كان يعني يتحمل المسؤولية زين مباراة عمان الثانية أيضا أخطأ يعني تدراني اش قلت؟ يعني بيني وبين نفسي قلت هذا لو كل لعبة ينطقل وراه شي يستعدل أنا بخير زين أنت تدر الباحة بالاستوديو التحليل نحن أخلي نتفاعل في أخطاء كوميلي إن كان عنده خطأ في وجه أي على هالتفاعل راح نفوز أي بالك مو؟ مباراة عمان أخطأ لكن المنتخب فاز في هذه المباراة خرج أكثر من مرة من منطقتها وأنت ربما عللت هذا القضية أنه هو ياخذ قرار قرار الواحد هو المشكلة هو قلت لك شوف ساويشان روح بأوروبا من يتخذون قرار ما يرجع الحارس يعني ماكو حارس شوفه يخطي ويرجع يخطي ويرجع هاي عندنا موجودة لو تباوعة تركز تلقي حارس مالنا ياخذ خطوة يرجع خطوة ياخذ خطوة ها أطلع ها أوقف بس كابتن أنا بصراحة يعني مع هذه المباراتين مع تكرار الأخطاء أو كثرة الأخطاء قلت أنا تحملها ومع ردود الفعل اللي أثيرت يعني قلت أنا تحملها الضغط صار كبير على صالح حميد يعني هو أنا ردته شيء للضغط عنه والضغط حتى عن كل الناس وفعلا هو أنا أتحملها من يتحمل المسؤولية يعني إذا الكادر التدريبي يثق بيك هالثقة هاي المطلقة وينطيك كامل الحرية بأن يشجعك زين أنت شلون يعني إذا أنت أول شغلك خسرت أهم ناس عندك أهم داعم إليك أو أعتبر ظهرك فهذه طبعا أنا أتحملها مهمة مهمة